اشتركوا في القناة منتخب شباب العراق اللي يوصل يوم أمس إلى السعودية من أجل الدخول في موقعة بطولة العرب ونتمنى من أبناء قحطان الشتير ومنتخبنا الشباب ليوث الرافدين أن يكونوا على الموعد رغم كل المعوقات رغم كل المشاكل اللي يمر بيها منتخب الشباب لكن في نهاية المطاب هم أبناء العراق هم أبناء الرافدين وبالتالي عند المصاعب دائما تظهر المعادن الحقيقية لرجال وليوث العراق في المحافل الدولية كل الموفقية لمنتخبنا الشبابي في بطولة العرب والأهم من هذا كله هو المشاركة والظهور بمستوى جيد يلبي طموح وتطلعات الشارع الرياضي طبعا كل الشكر إلى الأخ المنسق الإعلامي لمنتخب شباب العراق الأخ أرشد الساعدي اللي يبعثنه المواد الخاصة لبرنامج حديث الملاعب آخر التحضيرات واللقاء في هذا الاستطلاع الخاص لقناة الرشيد موسيقى 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 عدنا مع فرق منتقد الموكبيرة بين الجوية والسقراء والنفط نتمنى أنه الفترة القادمة الوضع المنتخب يكون أوضا من خلال المعسكرات التدريبية من خلال المباراة التجريبية لأن الوضع اللي احنا جينا به صراحة وضعها من ميبل شرب غير لكن احنا نعتبر الفطولة هذه فترة اعداد لنهايات آسيا للشباب رغم أنه لعبي الملتحة ومعانا الطلبة مستقع ولاعب اللي هو كرار محمد وقات الزوراء أحمد مكهزي بقم مع طريق الزوراء هاي أيضا عندنا مشكلة راح تكون الحمد لله وشكل يوم هو الوقتة الدليمية في معسكرنا في السعودية استعداد للمدينة العرب لدينا مباراة تجريبية مع المتخل السعودي إن شاء الله نحق نتائج إيجابية ترضي الشارع الرياضي وإن شاء الله نطبح كل الموافقية لمنتخبنا الشبابي أيضا المتابعة الأخرى عن آخر تحضيرات نادي الشرطة لمواجهة الغد المواجهة المهمة جدا ونتمنى لممثل الوطن القيثار الخضرابي أن يكون في الموعد وأيضا في المكان المناسب من أجل كسب النقاط الثلاث وبداية المشوار ما أجمله عندما أتحقق نقاط ثلاث وأنت تلعب على أرضك وأمام خصم مهم جدا وعنيد وهو الاستقلال الإيراني ماهر حسان وآخر تحضيرات القيثارة لموقعة الاستقلال الإيراني من أربيل موسيقى كابتن علاء آخر من سجل على فريق الاستقلال هو لاعب عراق بشار رسل نتمنى للتوفيق أكيد اليوم إليك رسالة لمرمى الاستقلال بسم الله الرحمن الرحيم أكيد يعني تعرف التلموهانجم كل مباراة يدخلها طموحا أنه يسجل إحنا طموحنا في هذه المباراة حقيقي الانتصار المباراة في ملعبنا وسط جماهيرنا صح هي مو بغداد لكن أربيل أيضا في العراق حرض عراقية وجماهير راح تكون متواجدة سواء اللي راح يجون من بغداد أو هم اللي متواجدين هنا فأمنياتنا أنه حق نتيجة إيجابية أيضا هي المشاركة الثانية بعد التوقف بعد مشاركة الزوراء فأمنياتنا أنه نظهر بصورة مميزة ليقبسهم سوريا مسؤولية مباعفة اليوم نادي الشرطة الممثل الوحيد للعراق في مثل هذه البطولة الكبيرة أكيد وإن شاء الله راح نكون على قد المسؤولية إن شاء الله لما يمتلك الفريق من اللاعبين على مستوى عالي كالتدريبي مميز راح نقدم كل ما عندنا في سبيل إسعاد جماهير الشرطة والجماهير العراقية لأن أيضا جماهير الشرطوية زعلان علينا بعد بطول العربية إن شاء الله نصالحهم إن شاء الله إن شاء الله نصالحهم في هذه المباراة حتى تكون أيضا بوابة أنه للدخول إلى دور المجموعات في أبطال أسيا بصورة مميزة إن شاء الله وقاء السجن؟ إن شاء الله بعوان الله سعال عبد الأمير زعلان علي بعدك لو صالحنا؟ لا لا مأكو زعلان أخو إن شاء الله إن شاء الله الابتسامة تستمر اليوم غد إن شاء الله بعد تحقيق ممثل الكرة العراقية لنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الشرطة بالتواجد في الدور المقبل إن شاء الله الابتسامة إن شاء الله الدوم علينا وعليك وعلى جمهور الشرطة وخصوصا على الجمهور العراقية بصورة عامة بخصوص المباراة أكيد مباراة صعبة خصوصا أن من تبدأ هيتش بطولة بطولة أبطال أسيا وكذلك من تلعب مباراة لولاك دائما تكون مباراة صعبة عليكو على الفريق اللي هو فريق الاستقلال أعتقد من الفرق المميزة بالمجموعة فإن شاء الله كل اللاعبين والكادر التدريب الإدارة أنه عازمين أن يدخلون بنتيجة إيجابية ونطوي صفحة البطولة العربية اليوم فرهاد مجيد في المؤتمر الصحفي يعني أرسل رسالة استفزازية نوعا ما من قال إحنا الاستقلال ما نخشى أي فريق قدامنا وإحنا نادي الشرطة الفرق العراقية ما تخشى أي نادي وإن شاء الله يكون تواجدنا إيجابي وتواجدناه بالملعب داخل مستطيل الأخضر نبيني لهم إحنا الفرق العراقية دائما تكون نطقوا لكل فرق أنا اللي أعرف عن سعد عبد الأمير من يقبل أقل من تحقيق طموحات الجماهير ودائما يقول يقول أنا الخسارة عندي يعني ممكن تسبب لأرق شخصي اليوم شون تتعامل مع هاي الضغوطات سعد وأنت واحد من قادة الفريق الشرطة شوف اللعب كرة القدم يجب عليه كل مباراة خصوصا أنت متلعب هيتش مباراة كل الشارع الرياضي وجمهور الرياضي يطلع على هيتش مباراة وإحنا مفتقدين من فترة طويلة ما لاعبين هيتش بطولات فاليوم أنت من تجيك هيتش بطولات يجب عليك أن تعيش تحت الضغوطات اللعب كرة القدم يجب أن يعيش تحت الضغوطات في يعيش تحت الضغوطات إيجابية وليس سلبية فلذلك يا رب أنه أنا وأخوتي اللاعبين أن نكون على قد المسؤولية ونشرف الولية ونشرف الكرة العراقية والنادي الشرطة الكيان نادي الشرطة أني أعتقد بيستحق أن نقدم كل ما لدينا في حيث إسعاد الجماهير الشرطوي لاوي جماهير نادي الشرطة زحفة من جميع محافظات العراق للتواجد في أربيل مثل هاي الجماهير العاشق على هذا الكيان تحتاج رسالة اطمئنان من لاعب مهم في الفريق بسم الله الرحمن الرحيم أكيد نحن كلاعبين كي يقدر تدريبي نريد أن نحقق شي يرضى جماهير نادي الشرطة وإدارة نادي الشرطة وإن شاء الله بهاي المباراة رح يشوفون غير شي وإن شاء الله يرجعون فرحانين كل التوفيق حبيبي بس مقالبك أنت وليد هالأيام قال لا مو مثل قبل ايه مو مثل قبل إن شاء الله بتجاية ورا اللعبة أسوي لك واحد إن شاء الله حبيبي كل الموافقية لنادي الشرطة في مباراة الغد وأتمنى من الله أن يكونوا بالموعد والتوفيق أن يحالفهم في هذه المباراة إذا غاب التوفيق عن الفريق فبالتالي المباراة رح تكون بأثر سلبي لاعبين أبطال عليهم أن ينسي المباريات السابقة في دورة أبطال العرب فبالتالي هذه منازلة جديدة للشرطة أتمنى من اللاعبين أن يكونون على قدر المسئولية لاعبين هذه الشرطة أغلبهم من لاعبية المنتخب الوطني العراقي فهذه المباريات كبيرة جدا ومهمة وبالتالي الفوز هو من يصالح جماهير الشرطة كما أمنياتي أن جمهور الشرطة يتواجد يوم غد في ملعب فرانسا وحريري لدعم القيثارة الخضرا في المشوار الآسيوي المتابعة الأخرى لكابتن باسل جورغيس الذي تحدث عن استعدادات المنتخب الوطني العراقي وأيضا كتانيش وصل إلى أربيل وإلى الآن الأجواء غير واضحة خصوصا أن مباراة فيتنام قائمة ما قائمة أيضا انطلاق الدوري كيف سيتابع اللاعبين هل هناك مباريات وخيارات أخرى غير مباراة فيتنام كل هذه الأمور يشرحها الكابتن باسل جورغيس في هذا التصريح لحديث الملعب ننتظر إلى أن غدا إن شاء الله المدرب يكون واصل إلى أربيل ونشوف الإجراءات اللي هو نجتمع به ونشوف الإجراءات اللي يريدها يغير المباراة مع فيتنام مع أي فريق ثاني يكون فمعتمدة على اجتماعنا مع سيد كتانيش يعني احنا لعبتنا مع هونج كونج فيجب أن تكون على نفس الستايل أو نفس المستوى هونج كونج يلعبون يعني جنوب شرق آسيا نتمنى يكون المباراة الودية مع أي فريق من جنوب شرق آسيا المتابعة الأخرى هي مدخل لمحور حلقتنا لهذا اليوم الأندية العراقية بدأت تحضيراتها بجد تحضيرا لانطلاق الدوري العراقي اللي من المقرر أن يكون يوم 16 اثنين مثل ما أعلنت عنا لجنة المسابقات وبالتالي بدأت الأندية تحضر ويوم غايد راح يكون اجتماع من أجل اختيار الملاعب وقرعة الملاعب اليوم على ملعب نادي أمانة بغداد يستضيف نفط الوسط ضمن تحضيرات الفريقين لدوري الممتاز واللي مثل ما قلت راح ينطلق يوم 16 اثنين هذه المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل الفريقين كاميرا تحديث الملاعب كانت متواجدة في هذه المباراة وخرجوننا الزملاء بأهم اللقطات واللقاءات بعد المباراة المباراة التجريبية هي تجريبية هي اعادة اللاعبين تجهيز اللاعبين احنا مشكلتنا صراحة الفريقنا تقريبا طلع من عنده ثلاثة اربع لاعبين لازم نرجع عن عدم جديد خوصا المحترفين اجونا اللاعبين اعتقد يعتبرون نظافة جيدة ان شاء الله نتمنى لهم وفقية عاليات الدوري شون نشوفه كابتن والله شوف انا شي تكثر مرة يعني بعد هو ما تقدر تتكلم غير انه نتمنى انه يبدي الدوري واتمنى طبعا انه هسه هبوط ما يكون مشكلة انه تنظاف له يعني انه اول اربع فرق يبقون في مرحلة ثانية يتنافسون على بطل الدوري حتى تكون الفرصة لاخر لحظة ممكن انت تكون تحصل على بطل الدوري لانه اعتقداني الادوار الاخيرة من الدوري انه تكون لا طعم ولا رائحة والمبارات تكون تحصل حاصل لبعض الفرق فاعتقد التنافس انت فيه التنافس الشريف انت فيه التحمل او المطاولة بالمنافسة خنقول علي ما موجود لانه سابقا كان منانفسة فوق منانفسة جوه كابتر راضي شوف خصم 50% من عقود اللاعبين والمدربين ما موجودة في كل خنقول القوامس انه الاتحاد المحلي او الاتحاد الدولي يجبر انه انه اللاعب ينزل عقدة 50% ما موجودة هذه حقيقة هي تبقى بين الادارة وبين اللاعب والعقد شريعتهم تعاقدين واعتقد كل المدربين وكل اللاعبين يستطيعون ياخذون حقوقهم على اخر شي لكن نبقى نقول انه بما انه دوري هو دوري هنقول علي بظروف يعني غير طبيعية وظرف طارة فاعتقد ممكن الجارة تقعد مع التوادر التدريبية واللاعبين تطلع بالخنقول بالمحصة النائية الطرفين الراضين انا اعتقد نازل اللاعبين او المدربين 30-25 بما نشوفها يعني نسبة جيدة احنا من الفرق اللي مثل ما قاعدنا نهائيا نستمرين كلنا بالتدريب وكنا ننتظر الدوري في اي وقت ينطلق يعني هذا الموضوع بي ايجابيات وبي سلبيات طبعا تعرف يولد ملل التمهين بدون يعني بدون مباريات وبدون مواعيد لللعب لكن ان شاء الله يجاوزون اللاعبين نتأمل انه يعني 16 بالشهر يكون موعد حقيقي لانطلاق الدوري نستأنف يعني عجلة كرة القدم الدوران ان شاء الله رأيك بنظام مجموعة وحدة؟ والله هو نشوف نظام مجموعة احنا اللي نتمناش انه انه اكثر عدد من المباريات يعني لانه هذا من ناحية الفنية يخدم اللاعب ويخدم المدرب طبعا تعرف الفريق يحتاج له الى على الاقل فتة 5-6 مباريات يلا الله يستقرب وبهذا يكمل قليل من المباريات احنا نواجه مشاكل احنا ان شاء الله ندار نجاوز اكيد كانت فترة يعني سلبية مرت على كل الفرق وعلى كل المؤسسات الرياضية بالعراق هذا فرح اكيد انه للوسط الرياضي انه وتقدر تعزز حظوظك بالدوري من ناحية اي فريق انه انه عالية الدوري مستمر ان شاء الله وانه تقدر تعكس صورة ايجابية للوسط الرياضي بالوطن العربي ان شاء الله هذا اللي نطمح لأكيد وان شاء الله يا رب نعزز حظوظنا ان شاء الله بالدوري وان شاء الله يا رب نظهر صورة ليق بسمعتنا ان شاء الله يا رب استعدادات للدور استعدادات جيدة معسكر داخل البغداد لمدة عشر تيام وحدات تدريبية زائد مباريات تجربية خذناها مع الكهرباء والجوية واليوم مع بغداد الحمد لله وشكر هذا المعسكر استفادين منه نحاول ندخل للدور بروحية عالية بمستوزين دعمنا الفريق بمحترفين جانب إن شاء الله يكونوا نظافه إن شاء الله نتوفق بالدور إن شاء الله إذن راح نكون مستمرين يوميا في تغطية جميع مباريات الأندية تحضيرا للدور الممتاز بعد عودة الدوران إن شاء الله مجددا إلى الملاعب العراقية وإن شاء الله يوم غد تكون القرعة وتقتنع الأندية بنظام المرحلة الواحدة أو ربما راح يكون هناك تغيير هذا الموضوع وموضوع أخرى اليوم راح نناقشها مع ضيفي المتواجد معي فيه الاستوديو عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط السيد فراس بحر العلوم أهلا وسهلا بيك في برنامج حديث الملاعب أهلا وسهلا بيك تحياتي إليك أبو يوسف ولجميع مشاهدي حديث الملاعب أهلا وسهلا بيك أبدو ياك انحسم موضوع الدوري أستاذ فراس لو ما زلنا إلى الآن في طور المقترحات ولم يحسم شيء نعم بالتأكيد احنا الاجتماع الثاني اللي صاره وصارت به الغيرة الآلية وفق ظروف البلد نعم باعتقادنا أنه الوضع سليم الآن والأوضاع مستقرة بالعاصمة والمحافظات الوسطى والجنوبية لذلك احنا هذا الآلية خلينا خيارين في الاجتماع الأول أما التجمع وأما العودة إلى الذهاب والأياب نعم الآن احنا شوفه يعني هو شون ما تحسب هو ظرف استثنائي مهم ولازم علينا نحن يمشي الدوري مهم السكاينديا نستفاد منها لكن الفائد الأولى للمنتخبات مهم وإن شاء الله دوري مميز مع أنه أنا بداخلي عندي تحفظ أنه الدوري يمشي أها يعني الدوري العراقي ما راح يمضي هذا رأي يا سأل أخوان يعني أنا إذا أشوف أقراها أنه ما أعرف يعني حسب الأمور اللي بالاتحاد شون صرف الأموال الحكام والمشرفين النقل التلفزيوني الملاعب يعني كلها أمور ما أدل حد اليوم هي ما متهيئة موافقات الأندية تصل بيها الأخ صادق من المسابقات تحديد الملاعب نعم لغاية اليوم يعني أكثر الأندية ما محدد ملاعبها ما محدد ملاعبها وإحنا بالاجتماع قلنا الأندية المرخصة الملاعب المرخصة قدر نعم الدولية المرخصة نعم يعني أنت اليوم كنفط الوسط ملعبكم يا هو إحنا ملعبنا يعني قبل أربعة أيام كان عندنا اللقاء مع وزير الشباب الرياضة ردنا ملعب النجف الدولي لكن ملعب النجف لحد الآن بيه نواقص فقال ملعب النجف يعني إذا تنزدون بيه صاحب الشركة احتمال إذا هو عدفت خطأ بس يريد تطلع الملعب كل أخطاء بسببكم رح تستخدم فيقول أنا أتمنى أستنى الملعب يعني بعد إلى الآن ملعب النجف غير كامل حد الآن يعني الأرضية الخاضرة طبيعية لكن أعتقد الكهرباء وأجهزة التبريد به نقص فرحنا على ملعب كربلة نعم رحتوا على ملعب كربلة أي حددنا ملعب كربلة أنا ملعبنا والنجف أيضا معاكم في ملعب كربلة النجف معرف لأن ملعبهم القديم مرخص أنا معرف كون لجهة التراخص يعني اليوم هذا خبر حصري نفط الوسط اختار ملعب كربلة نعم أرضا إلى في منافسات الدور الممتاز نعم بالتأكيد بالتأكيد زين من خلال قراءتك بالاجتماع الأول والاجتماع الثاني ويوم غد عدتكم اجتماع تتوقع يوم غد رح تمشي الأمور بصورة طبيعية اختيار الملاعب دور المرحلة الواحدة متفقين عليك كيف ورق يعني هذا مقترحكم لو مقترح لجنة المسابقات لا مثل ما تعرفوا يعني اليوم لجنة المسابقات يعني أكو أرباك بالعمل باللجنة وبالاتحاد يعني من صارة الاستقالات يعني أنا شوف ما أعرف أكو قيود عليهم قيود يعني ما أكو قرارات جريئة مثل أول ما كان المكتب التنفيذي موجود أشوف يعني مثل المستحة بيها يعني ما أكو شي واضح مين المستحة؟ يعني قبل كان الكلام أنه إحنا اللي ننظم وإحنا اللي يمشي وإحنا تمشون هنا وتلعبون هنا الآن أشوف الكلام يعني بي بيمرونة زائدة عن اللزوم أي نعم يعني أنا المفروض لجنة المسابقات يا أما تقول إحنا مجمدين يا أما إحنا مستمرين زين وصار تصويت أنه عمل أنا ما أعرف عن الهيئة العامة اليوم الصوت بقاء اللجان زين ليش ما تشلنا قبل إحنا نتخلي اللجان صوت عليها صوتتوا باجتماع الهيئة العامة على بقاء اللجان ليش هو لجنة المضباط والاستئناف والمسابقات والحكام من ضرورية إحنا يعني مباراة وصارت لك بيئة مشكلة صار اعتراض على لاعب خطأ إداري عنده في تحترض وين ليش سونا تصويت على الموضوع أنه إحنا حتى نضمن حقوق كفرق وكلاعب يعني انطرح هذا باجتماع نعم أكيد الأخير ما عرفت أني بقى الشرعي قانوني مقانوني يعني ما عرف هذا الموضوع ميبي أنت عضوها يا عامة أي عضوها يا عامة شايف لتحد دولي واصلة عضوها يا عامة ما عدنا أي طلاع في هالموضوع لكن ذلك كان يعدي شكوك أنه الدورة ينطلق يوم 16 وأنه يتفنى ينطلق ويخلص على خير وهي اللاعبين وأرزاقهم والمدربين وإحنا مشاكلنا معاهم تعرفها التباد طيب أنتوا رايحين باتجاه المرحلة الواحدة الكابتر راضي شنيشن مثل المام اقتنع بنظام المرحلة الواحدة قال أكو تلاعب بالنتائج ربما راح يكون بنظام المرحلة الواحدة أكو فرق بما أنه أنت ضامن التواجد فاليوم تدخل مبدأ شراء الذمن بين الأندية الغنية والأندية الفقيرة رأيك بما طرح الكابتر راضي وهذا مهم جدا خصوصا أنه يتهيأ قبل انطلاق الدوري نعم أنا شو هاي لفظة ما تلاعب أنا ما أعتقد كابتر راضي أتطرق إليها لكن أكو تخوف يعني يقول لك الفرق عندما توصل المباريات الحاسمة الفرق احتمال إذا عنده محترف إذا عنده يعني عبئ بالأموال يسرح لاعبين فما راح يصير عنده اندفاع يعني اندفاع اللعب داخل المباراة بس ما ليصير تلاعب لا أنا استفعجها جل يش وافقته باتجاه المرحلة الواحدة يوافقنا لا ما وافقنا هذا رأيك كابتر راضي ومو راح يعني يقعد يلغي الموضوع لكن هو ضاف شيء أنا أعتقد به يعني هذا صحيح أنه يضيف الأربعة اللي يتأهلون اثنين باثنين أو اللي يكون ستة ستة اللي يلعبون بيناتهم دوري مرحلة واحدة حتى مثلا تحصل على ها يعني راح تتبنون هذا المقترح مو هي المشكلة بعد المرحلة الواحدة من الأول إلى الستة نعم تدخلون في نظام أيضا مرحلة أخرى أنا أخاف نطرحه وننسف هذا الاتفاق راح يصير يعني اتفاق زي اللي ش تغيرتوا على الثلاث المجامع سيد فرس أنتوا اقترحتوا أنه الاخمسطعش فريق أنه يروحون بثلاث مجامع وذا تحسن الوضع الأمني تروحون باتجاه الذهاب والإياب ليش تغير هذا النظام السفتو كله التجمع بالإقليم تدري دهوك أعتقد اتصال ويا الأخ شيخ شاكر هناك مدير شباب رياضة بالإقليم تصل بالأخ علي جبار بلغ أنه ملاعب ما قدر أنطي دهوك يعني يخلص مواقع بجموعة كاملة ببغداد تلعب ببغداد شنو الضرر يمو أنت راح يصير ضرر علي أنا إحنا من بدقة القرعة خلينا الشرطة ممثل الوطن وعدها سفرات وينزل بأربيل فقالوا إحنا لازم نخليه بمجموعة أربيل ها بزرع أسه موقرعا شرطة صار هنا أربيل اللي هو صاحب الملعب وأكيد الأمور كلها راح يهي فصار الشرطة وأربيل بمجموعة هذا بظرف يجينا إحنا وياهم نفط الوساط يجي نفط ميسان والطلبة يعني مجموعة بالنظر المجامع البقية لا ما أشوفها يعني بها عدالة فما اتفقنا قعدنا وأيضا صار تصويت أنه إحنا قبل الاجتماع أنه نرجع للمرحلة الأولى وصار التصويت وانتهى مضيته بالمرحلة أنا أشوف هذا أفضل بمبارات أكثر فائدة لللاعب وفائدة لنتيجتها يعني فائدة للمنتخبي تصير أنا ريت إذا إلعب بعد بعد إلعبنا بعد أربع مبارات أفضل طيب نطوي موضوع الدوري بس قبل ما أطويك موضوع مهم جدا اللاعبين شو راح تتعاملون معهم اليوم أكو خصم خمسين بالمئة كإدارة أنا أسيلك مدربين استحقاق اللاعبين هاي شرعية لو غير شرعية مين استمدّيته الخصم هذا من أنطاكم شرعية القطل لا شوف هذا الخصم الفين واربعة عشر هذا صار الخصم نعم السنة اللي أحرز بيها الشرطة الدوري أعتقد تلتعاش واربعة عشر زين وأعتقد صار التزديس سبعين بالمئة زين ظروف كان أهمرت بالبلد بسبب الظروف استثنائية الآن انطرح هذا الموضوع السيداني حسبها يعني الدوري ما ممكن يعني يجي لاعب أو مدرب والدوري عندك تلعب لك ستة عسبعة عشر مباراة بتأخذ فلوس كامل غير أنتو تأمنون نفسكم كندية شون مثل يش نأمنين تحصل نفسك من خلال أنا راعد يدي مشكلة أكو أكثر لندية ما عدم مشكلة لعبية احنا جلسنا ويلاعبين وحسمنا الموضوع جوز بنسبة أكثر شوف قانوني لو مقانوني هذا القطع القانوني بالتراضي يمشي كل شي بالتراضي إلى قانون زين يعني كل شي بالتراضي بالنسبة لكم انتو متراضين متراضين مع اللاعبين والمدربين وما عندنا أي مشكلة لكن احنا ذهبنا قطع مالتكم مشكلة 50% لأكثر لا احنا 60% نسلم راح نسلمون 60% 60% وبعدها أيضا تدري حوافز موجودة شنو هي الحوافز اللي طبعا تدري يعني هي تدري اكم شاركات أربع مقاعد أو خمسة ما اعرفاني اثنين آسيا اثنين عربية العربية اعتقد اثنين وملحق يعني الزوراء لسنة وملحق فتدري اذا يعني حصل لعلى مقعد اكيد اكو هناك حوافز بزيادة نسبة العقد اها يعني هي تشار الاتفاق اكيد انه تكون بالمركز الرابع تاخذ 70 اكيد زيادة على 10 80 لا اذا ياخد دوري شو ما طي 100% شوفها نفس الحالة صارت احرزنا الدوري 2015 ايضا وزارة النفط استقطعت من عندنا 35% جميع الانديا النفطية 35% اذكر كان وزير النفط سيد عادل عبد المهدي لكتور عبد المهدي فتاهنا للنهائيات رحنا طالبنا بمبالغ زودان 15 احرزنا دوري بعتطونا 100% زين اليوم وضعكم الانديا النفطية بي مشكلة مشكلة مو بس على الانديا النفطية مشكلة كل انديا المؤسسات يعني انديا المؤسسات ترى مشكلتها انه فقط مصادقة على الميزانيات زين يعني ما عندك اعداد ميزانية ما عندك مشاكل لا مواني احس التعامل بالكيل بمتيالين يعني مثلا نفط الجنوب الى الان ما صار في لهم مستحقات انتو مو كلكم سوى حسبان المعلومات اللي عندي من يصدر قرار يصدر نفط بغداد نفط الوسط نفط ميسان نفط الجنوب شنو اللي يميز الانديا لتلاثة مشكلة نفط الوسط او العفوان نفط الجنوب مع شركة الباصرة انا حسب علمي احنا من تيجي برقية من الوزارة بتزديد مبالغ توجيه برقيات تتوجه للشركات نعم الراعية انا حسب معرفتي كل اندي النفطية استلمت سلف 50% من الموازنات 50% من الموازنات نعم يعني هي موازناتكم كانت 3.5% لا الميزانيات اللي قبل يعني لحد الان الميزانية الجديدة ما انقرت فما ممكن تسحب من عدها سلف زين لكن صار توجيه من معالي الوزير النفط اوجه للتحية ميزانيتكم السابقة شانت مليار 2.3 مية نحن شانت مليار 2.4 مليار 2.4 بل لذلك سلموني 50% دنشتول بيها اسا ان شاء الله يعني سيد الوزير ماعرف البارحة داوم الوزير يعني جدا داعم للرياضة حال عدنا مشكلة ازلية صارنا سنين نعاني منها زين يعني وجه الشركات حتى الشركات المرتبطة الاجنبية في وزارة النفط يعني مثل الصندوق اللي الأندية الأربعة زين بس أنا أردوغ أفعد هاي النقطة قبل أن نغادر يعني كلكم مستلمين خمسين بالمئة؟ كنا مستلمين خمسين لعد شنو مشكلة نفط الجنوب؟ مشكلتهم يقول هو على أساس ويالشركة الرائعة ومدير التدقيق شوف مدير التدقيق ما ممكن يمنع دينار واحد إذا ما عنده مخالفات ما ممكن إحنا عدنا مدير تدقيق وعدنا مدير حسابات بالشركة أستاذ رائد ما أقول صعب عليه بس دقيق جداً ومتعاون أيضاً أنت تسوي حسابات ختامية كل سنة؟ طبعاً أنا عندي أسأل حسابات ختامية 18 جاهزة وال19 قبل أسبوع سلمناها ديوان الرقابة المالية أنا أصور مشكلة نفط الجنوب إلى الآن ما عندهم حسابات ختامية فعلى هذا الأساس ما يتسوي؟ طبعاً طبعاً شوف بعد أن توجه لنا كتاب من ديوان الرقابة المالية أنه سنة 2018 هي تكون الأساس سنة الأساس المفروض والأخوان بنفط الجنوب يعني أحب أوضح شيء أنه المكتب لازم يكون مكتب خارجي ومن ضمن الشركة مكتب خارجي محاسب قانوني يصادق على الحسابات الأخوان بنفط الجنوب ما يسوينا هذا الشغل يعني هذا الموضوع ما ماشيين به زين البعض يقول تجاب سيد فراس على اتحاد كرة القدم وطارح نفسي ضمن جروب ورشيح بالانتخابات السابقة وحصل عشرين صوت ما عليك كتب كرة القدم؟ كنا نحب كرة القدم حبي كرة القدم وعملي حقيقي يعني بالنادي يعني بمعاونة زملائي أعضاء الإدارية زين أنا أعتبر نفسي نجحت نجحت بالنادي أول سنة دوري بعدها نجاحاتي باتحاد كرة اليد يعني حبيت أعمل أضيف شي أضيف شي بعمل هذا النجاح أضيف الاتحاد كرة القدم والعمل مو صعب باتحاد الكرة يعني إذا سيت تنظيم أكثر تنجح اتحاد كرة القدم يعني أمور هواية صارت عندهم إحنا ما قمنا بخص حقهم نقول عندهم إيجابيات لكن أخطاء صارت تراقمت دورة على دورة دورة على دورة أصار هذا الوضع إن شاء الله يتم الخير ودخولي بالاتحاد يعني خصارت خسارة أعتبرها مشرفة يعني دخلت أقطاب الاتحاد اثنين هموا إياي وحصلت عشرين صوت وهذا فخر عشرين صوت اي نعم كانت مؤامرة عليك خداع شلون أنت عشت جوه لانتخابات شوف عشت جوه انتخابات كرة القدم وعشت جوه انتخابات كرة اليد كرة اليد صرت رئيس أنت اي نعم زين كسحتها مع العلم أنت مالك علاقة بك مال علاقة بس اي بس اجيت الكرة القدم بعد ما نفط الوسط حقق اللقب ردت تدخل ضمن اتحاد كرة القدم شلون شفت الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم بالانتخابات الأخيرة اي مو الهيئة العامة يعني اتحاد كرة القدم شعور شون يعني فالقلعة اه وقدامك مسافة الغام حق المال الغام اه لا زمان يمشي وعبرة واجي بعدين القى ما بي باب اه ما بي باب محصن اي يعني محصن يعني شون دخلت له ما اعرف زيب بعلاقاتيوية طيبين اخواني بالهيئة العامة طبعا اللي هما رغبتهم طبعا رغبتهم حتى التثنيات اتحاد 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 دكتور رافد كانت من عنده والاخ العزيز علي خلاف كانت تثنياتهم هي الي وكانت عندني التثنية ثالثة ما نادي النفط الوسط اللي طيتها للاخ احسان الزيرجاوي طيتها للاخ وما نطعني صوت الحمد لله وشكرا يعني بسبب عدم صوت احسان الزيرجاوي انت واحد وعشرين وعشرين كانت اه اي بس الحمد لله وشكرا هذا الموضوع نسيناه حسا والله ذكرتني به زيب لا منتقلت اكو خداء اي اي صار خداء وين الخداء الخداء انه انت تجلس بشخص ويطيق كلام وهو مرات يجي يدفع عليك ولا كان اريدك التعاملك جيد تقدر يتفيدنا بالاتحاد وبعد يعني تيجي قصاصات مو حلوة شوفها اه مو حلوة نريد نريد نطلع من هاي يعني كانت ماكو شفافية بالانتخابات لا الشفافية يعني شون تقصدها يعني بالاتفاق تمو تقولك وقصاصات جدت يعني ما انما انه نكروا الاتفاق يعني الله شاهد انا من اروح قاعدت في الاخ ملة عبدالخالق باربيل جانب ودي انه ما ريد يطيني صوت لكن ما يعني يثقف شخص على حساب شخص اه ثقف سيد عبدالخالق ثقف اكيد يعني اقول لك القطبين الاخ علي جبار والملة عبدالخالق مثلا عنا هي معروفة يعني بالاتحاد يقودون مثلا ذاك وكتل والله انا دخلت بس ما حصلت كل شي منه يعني هاي بجهودي يعني العشرين صوت جبتهم بجهودك اي نعم جهودي قلت لك الاخوان اللي ساندوني مزيد بالاقليم والفرات بالجنوب بغدر انا اسمع يعني سماعتها حتى من الاخوان في اقليم كردستان يقول لك كان اكو اتفاق العبارة وهذا الاتفاق قلب موازين الانتخابات لان كان اكو اتفاق ومجموعة من اعضال هاي العامة انه متفقين بكتلة والكتلة اللي كانت قاعدة بالعبارة ما احد نجا من عدد كل كم غراكتهم لا الله شاهد مو كتلة اللي قاعدين يثين ويانا صاعدة بأعضاء اتحاد اها طبعا منهم واللي كان بس ما عارف شنو مين اجا هذا يعني الاستهداف مو كتلة هي بالعكس احنا شنو قاعداني ويا الاخوان بالاقليم ونادي كربلة وحد جعلي الأسدي ما ممكن نضعي الكتلة شون يصعد واحد منها ونبقى احنا بزيئ فشانت يعني شنو نداول بالأمور وشانو يانا على التليفون كابتنا على كاظه بزيئ بس ما عدري فجأة يعني قامت التليفونات ورا الساعة من طلعنا الملة شان بعمان اتصل بالأخ شيرزاء أخ نوزات أبو عادل قال له شنو بسوين كتلة انتو تريدوا تسوين ما عروف شنو هاللي طلع هذا الموضوع اللي صار كله ويموها يلاقي كتلة ولا غيرها ولو صايرة كتلة أفضل لو صايرة كتلة أفضل كان ما صار يسا بالاتحال هذا ما صار هذا ايه طبعا اكو شخصيات شبابية تريد تشتغل تعمل اداريين بس النظام مزور كان عندك علم بي ما عدي كل علم بي ما عدي أي علم بي أنت كنت من المشتكين على اتحاد كرة القدم أنا كانت عندي قضية ويل أخي إحسان لكن بعد يمن عرفت أنه أنا رايح شاهد ما أرضيت رايح شاهد مو مشتكي أهى يعني الكابتن عدنان درجال طلبك شاهد أعتقد كل الأخوان شهود قوة جوية كان شاكي كان مشتكي على أمين مشتكي على اتحاد كرة القدم الشكوية شنو بخصوص النسوية يمكن أعتقد بخصوص النسوية والتثنية موالتة اللي ما اعتمدوها للكابتن عدنان درجال ايه بس أكو شهود بيانه مستحيل شان الشكاوي نحنش قد ذهبتون تون اللي وفي 13 13 شكوية موجودة لا تلف شكاواء الصوار و10 شهود خلص قاني ما قول أصير شاهد ما تقبل الشاهد لا طبعا إذا أروح مشتكي رو أشتكي زي ليش مشتكيت الموضوع شفت ما بيجد وسألت قاني شت على الموضوع الشخص اللي عنده قيد جناي قادة أنا عرفت أنه هذا ما يمشي بالتحاد الدولي يعني ما يعترف بهاي القوانين ما لدنا زيان اتركت الموضوع اليوم سوين كتلة في الهيئة العامة من حقنا ليش الآخر يسوي كتلة من حقه راح تخوض الانتخابات القادمة والله حسب الوضع أبو يوسف الوضع إذا يسمح الوضع صحي هاي تتغير أكو هاي أمر بالاتحاد ننتظر الهيئة الموقت ذات غيرة الأمور لا والله ما يريد نروح نشتغل ونفشل نزيل ايه يريد نروح ويه مجموعة نيتها صافية ايه مهمة عنده طموح بالعمل تطوير احنا ما يريد نقفز الدرج كله خلي بايا بايا نصعدها انا متفائل بالعمل الجاهي البعض يقولك سيد فراس تمسك العصا من الوسط بين اتحاد كرة القدم والكابتن عدنون درجال بالبداية كان مع الكابتن داعم وبعدين رجع صار حل وسطي مع اتحاد كرة القدم انا ما بيدي اي داعم انطي الكابتن عدنون بالعكس امكانية ادارية امكانية مالية ويقدر يروح وانا اتوقع وكل اللي راح هويا يمكن على حسابه يعني شت اقدر اروح وبيه وبلياها وحصل له هاي الشنقين واتونس بس انا ما ارضى نفسي يعني اروح قلت لك شاهد ما اقدر وعدنون درجال علاقتي بي بعد ما رفضت ان اروح وياه صارت اقوى صارت اقوى اي طبعا انت داعم لمشروع الكابتن عدنون درجال نشوف احنا يخلي لنروح وراه مسميات حتى اللي يقولون احنا من جماعة عدنان لا هو جاب مشروع اي شخص غير عدنان درجال نفس المشروع ندعمه اها الان عدنان درجال مشروع لحد الان ماشي صحيح يعني اكو جزئيات صارت خلافات انا اعتبرها شخصية صارت شخصية الآن يعني مواضح القت بضلالها على الدوري وعلى المسابقة الاتحاد بالاكمة ليش اقول لك عدي شكو شلون صارت شخصية يعني الان انا شوفها شخصية صارت بين الاخ ابو حيدر والاخ علي جبار والله عبدالخالق ما حد يفهمنا شلو الموضوع كل ما نعرفه احنا اللي نعرفه من عندهم ان ننتظر هاي المؤقتة زي الهي المؤقتة اليوم انا ما اشوف بيها من اسبوع او اكثر ما اشوفها يعني موضوع العراق تحول الاتحاد الدول الاتحاد الاسيوي الاتحاد الاسيوي القدمات تليفونات على رئيس الاتحاد الاسيوي اتصل عندي اربعة هيئة مؤقتها اسمها اسجلهم يما كشيخنا اتصل سجلنا هذو الاربعة يعني خمسين مرشح لحد دنان شينو الهيئة المؤقتة اه طبعا تحولت الى لجنة ميلك هالمعلومات عدي هالمعلومات توصل يعني خمسين شخص الان مرشح خمسين واكثر خمسين شخص رئيس الاتحاد الاسيوي اتحولت الى لجنة اعتقد لجنة الاقاليم لجنة هيئة يعني يعني صار بيها ما صار بيها قرار نفوق اعتقد هم من قرأ وهذا الوضع وضعنا معقد ومخربط اه هي يعني جاء من سبب هذا وصلنا لهيئة مرحلة من سبب الخربط هاي كل حد شوف اشقد ما تعمل وحتى كابتن عدنان راح يجي وخلي نقول صعد بالاتحاد ثق بالله الكريم راح يحاربو محاربة ومن زملاء اه اين ليش من زملاء ليش شلون انت متأكد يعني اي متأكد اكيد شلون متأكد انه يحاربو مستحيل اي شخص يجي يريد يصلح السويعمر صحيح اذا ما يشوف مطبات وكو ناس الضرروا ما يحاربو مستحيل باي باي شريحة اي مكان بس اني غير اتجي اتعامل مع الصح اي نعم اليوم غير اني اتعامل بالمنطق المنطق انه هذا الطريق خطأ المفروض اصلحة طريق قوة واحد تتزحجي طريق ده تبسط انت ابو يوسف ليش مو طريق هذا اه والله مو طريق جمهورية هاي جمهورية انهدت يلا شون تعيدها ما افتن جانا يا كابتين عدنا الوحدة اليوم الجمهورية كرة القدم في العراق انهدت طبعا انهدت انهدت فسرت الكتاب اللي اجي من الاتحاد دولي الاتحاد العراقي اللي بعد الكتاب بعد الاجتماع ملهي العامة كتاب اللي قال عينونا موظف نتعاملوا اياه نعم زي ما قال يقول عدلكم لجنة قانونية نتعاملوا اياه ما قال عدكم غير لجان نتعاملوا اياه يعني معناه تحل الاتحاد يعني الاتحاد دولي نسف كل الاتحاد يعني هذا الاتحاد كله اني ما تعاملوا اياه خلوه لي شخص الكتاب اللي عرضته حضرتك قبل فترة يمكن برنامجك الكتاب اللي يجي قبل الاجتماع الهيئة العامة هذا الكتاب كلش مهم يعني الاخوان اللي هم خليني نطلع عليه كان ما دخلنا بهذا الفراغ كان بهذا الموضوع باجتماع الهيئة العامة نقدر حتى نخلي هيئة موقعته دوركم وين؟ ليش أنتوا باجتماع الهيئة العامة؟ قالوا لكم الأخوان بعضات تحات كرة القدم احنا استقاليني الموضوع مر مرور الكرام لا وقفت الهيئة العامة وقال لهم يا بالدور شلون أنتوا الأنذية اللي منضوين تحت 15 نادي أو 20 نادي مر الموضوع طبيعي واليوم أنتوا بقيتوا بدوامة سببها أنتوا سيد فرس زين الهيئة العامة أنتش تقول مثلا الهيئة العامة عندنا تحت كرة القدم ما أخذ استقلالية تامة؟ أنتش تقول أنا معامة؟ لا طبعا ليش؟ لا طبعا هي صارت كتل هيئة العامة معسين هيئة العامة مجموعة معصات خلزم الأسماء بمسميات هسا خللنا نقول إحنا يعني أخوان داعمين علي جبار أخوان داعمين ملع عبدالخالق وإخوان أكل بعض منهم يا عدنان درجال طبعا هذا مو فت شيء معيب وهذا عمل يعني طبعا ما بش هذا عمل كتل السبب أنا أذب على كافتن عدنان درجال وعلي جبار وملع عبدالخالق أها شلوع ما أعرف الكتاب بعدين أنه الأعذار صارت أنه ما افتهمنا شنو صيقته هذا ما مقبول هذا الموضوع أنت لو قالين أبي ما يهمني لا أرشح ولا أدخل انتخابات آني يهمني اليوم نادي هاي الأندية انتخاباتنا يريد يجي ويعدل ويصلح يكون يكشف كل شيء لازم يكشف أنه الكتاب هذا ليش ينضم ما أعرف العذر مالته إنه ما افتهمنا شنو الفحوة المصطلحات بالانجليزي ما فهمناها هذا آني أشوفه لا هذا عذر يعني غير مقبول هذا اللي من طرح الموضوع دي يقول ناقش مستقبل كرة الاتحاد ما بعد استقالاتكم دي يقولهم ما تناقش فقط الطون علم بالاستقالات دي ليش ما صادقتوا على استقالاتهم دي ليش ما طالبتوا بها يا موضوع مو يمنى استقالات المصادقة مو يمنى أنت السلطة الأعلى ايه السلطة الأعلى ما عندهم بالنظام الأساسي يستقيلوا وعرضوا على هاي العامة اللي أيضا تقول عليها مزوراني أعتقد موه يعني كله مزور شون مواقب النظام الأساسي ما شون التزوير ما عرش لا لا شون مواقب النظام الأساسي يعرضوها على هاي العامة النظام الأساسي لكم حق أنه أنتو الصوتون على اتحاد كرة القدم وين يا فقرانطيني المادة 12 يطلع ليها شو أو يمكن ما مستحيل المادة أنا عندي متأكد من عندها لا لا مادة 33 نقراها فقرة 9 شو تقول في حالة غياب أكثر من 50% من أعضاء المكتب التنفيذي نتجه إلى رجنة طوارئ تدعي إلى اجتماع فوري لانتخابات تكميلية لجنة طوارئ تكون من رئيس إستحاد وربع أعضاء أيضا لجنة طوارئ مستقينين كلهم وفي حالة عدم اكتمال نصاب لجنة طوارئ يكلفين من العام بإقامة مؤتمر المادة 23 تقول صلاحيات المؤتمر اللي هو أنتو الهيئة العامة والمؤتمر مجال الصلاحيات التالية واحد اعتماد أو تعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيقها اثنين تعيين ثلاثة من دوبير من الحضور لتدقيق جدول أعمال المؤتمر ومصادقة على محظر الاجتماع الأخير انتخاب أو عزل الرئيس ونوابه والأعضاء الآخرين لللجنة التنفيذية انتخاب أو عزل رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية للاتحاد العراقي تعيين المدققين المصادقة على الحسابات السنوية هاي مهمكم واضحة ايه انتو مهمكم ما عافية ايه انتو مهمكم ما عافية وما مدروجة ضمن جدول الأعمال يا لجان لجان المسابقات والقانونية ما صوتنا صوتنا باجتماع ما القرعة طبعا مجتمع لهي العامة لا مو انت بداية كلامك قلت اجتماع لهي العامة فاني وقف لا لا مدنا نقولك صادقنا على هاي اللجان اهي بالقرعة ايه طبعا هاي مقانونية اهي هاي احنا بعد هاي شلون قانونية مو قانونية خلص يعني شلون 15 انت؟ 15 من أصل 53 حتى مواصل لا لكا انديا احنا دا ناقش مسابقة زين مو قرار مصيري بالاتحاد ناقشة هاي عامة ايه بس منه هذا مصير اذري بس هو منه اللي صادق على اللجان من اللي صادق على اللي جان احنا طلبنا استمرار اللي جان بعملها زين حتى تمشي المسابقة ايه مفروض انتو باجتماع لهي العامة الاتحاد او شخص من الاتحاد يطلب من الهيئة العامة توفيض الى اللجان العاملة بالاتحاد العراقي ويتم التصويت عليه ما صار هذا الشي كل الأطراف في التفقين أنه نطلع التقرير مالي والإداري شكراً الله يأتي وإلى متى تبقون أنتم لا تغير الوضع حسا شلون؟ دعتك تغير شلون؟ خلي يجرب أي واحد بيهم خلي أجرب أي واحد يطلع من الطريق تهد بعد يعني شلون أنتم؟ هذا أنا لدي أشوفه النفس الهيئة العامة اللي صاير اليوم عندكم كتلة؟ كتلة وتخبل آها شون هاي الكتلة؟ منو بيها؟ منو أعضاءها؟ منو يقود هاي الكتلة؟ أعضاء طبعاً هو من داخل أعضاء الهيئة العامة لكن الكتلة هاي تأسست مو على أساس أنه تأخذ مكامل المكتب التنفيذي تأسست أي خطأ نعترض عليه زين؟ هذا اللي صار بيها يعني ما عدنا سبب البداية أنه إحنا هاي الكتلة وغرضها إحنا نرشح فلان وفلان لا الهيئة الموقعة باعتقادة رح تجد غير هواية أمور زين منو الهيئة الموقعة؟ الله أعلم من الخمسين طلع لك زين دوركم وين أنتو كهيئة عامة؟ اليوم أنتو مهمشين ما لكم دور أنتو فعلاً عليكم هايئة نائمة ما لكم علاقة بأي موضوع سيد فراص لا لا مو لهالدرجة لا شنو قل لي الله شنو اللي سويتو أنتو كهيئة عامة؟ شناقشتو؟ شوف مجاملة أكو على التقرير المالي والإداري شنو سويتو للرياضة العراقية؟ بكل فراحة أنا اليوم أحاسبك أنت أعضوها يا حامة؟ احنا اليوم نطلعنا مكتب تنفيذي بعداني ما أروح أشتغل شغلهم خلص هذا شغلهم هم يديرون الكرة العراقية يجي باجتماع مقتنع أنت بشغلهم؟ خمسين بالمئة كمكتب تنفيذي؟ اي نعم خمسين بالمئة؟ اي يعني نجاح أكو أكو نجاح؟ نسألوه أكو قرار أن نطلع خمسة وعشرين نطلعهم خمس درجة بس خمسين زينة لا عدهم إيجابيات تنين بخص حقهم لكن هاي المشاكل يعني اللا أبالات أكو عدهم لا أبالات سلموا لحيتهم بيت شخص ما لا علاقة بالموضوع؟ سلموا قرارهم وإرادتهم بيت شخص عبث بهاي التفاصيل هو اللي أسقط جمهورية كرة القدم في العراق؟ ما أعرف يعني شنو قصدك ولم تيشلون أعرف منه اللي بالك ما أعرف؟ اللي يسن القوانين اللي كتب النظام الأساسي شوفوا رئيس اللجنة اللي يتلعى اله جبار رئيس اللجنة نظام الأساسي نعتقد نجنة تغيير أو دراسة نظام الأساسي والأخ علي جبار مثلنا أعتقد الدكتور نزار هو اللي يكاتب هذا الشي هو اللي يكاتب بأخطاء النظام الأساسي سيد فرس بصراحة كعضها يا عامة درستي لا لا منقوص منقوص ما عندك ما يسمح لك أنت كعضها يا عامة تطيصاتك تبدي رأيك إلا باجتماع والاجتماعي وافق عليه مكتب تنفيذي وذا ما وافق عليه الرفوع الاتحاد الدولي منقوص يعني ما عندك رأيي مسلوب رأيك طبعا يعني نحن ما ينقول هي نائمة حقنا مو نائمة مسلوب حقها زين ليش ما صحته قلتوا يا با هذا النظام الأساسي احنا مسلوب حقنا هذا النظام الأساسي مو صحيح هذا النظام الأساسي احنا ممصادقين عليه أسئلك صادقته على النظام الأساسي لأولا احنا ثلاث مرات صادقنا في هذا الاجتماع اه واحدة التقرير المالي زين التقرير الإداري اي والمقترحات المقترحات المقترحات كانت واحدة من نظامها اقتراحة تغاني على مد تضاف مقعد للصالات زين بعد أن سمعت من الأخوان إضافة مقعد للنسوي أو مقعدين بما أنه الصالات يعني هم حقنا هذا إحنا سبع دوريات ثاني آسيا رضفنا قالوا نرفعوا التحاد دولي رفعوا التحاد دولي ما أكردت أجي رفض بعد سنة واحد ثلاثة أقل من السنة بالاتحاد اجتماع كان عندنا دين صادق على لجنة الانتخابات أذكر يوم ثمانية ثلاثة سلمونة النظام الأساسي بس أنتو ما مصادقين عن نظام الأساسي لا بالنسبة لي ما مصادق ما صارت ما صارت هذا الموضوع بعد راح وانتهى وصارت بيه السمحاكم وشتون راح تفض منعروف ما أخفي كان صارت تصالوي يا بحيدر إلى ما تنضل يعني إحنا كأندي يعني بنيت مشروع الإصلاح من خلال وثيقة تم التوقيع عليها ما تلعبون دوري اللي يتم التنازل عن الكابتن علي جبار ورئيس اتحاد كرة القدم السيد عبد الخالق مسعود نعم من تبنى هذه الوثيقة؟ هذا طرح صار يعني من الكل من الكل ما استثني أي واحد وكل وقعت ولوك وثيقة ثانية وثالثة وقع عليها شن الغاية من عدها؟ شوف هاي الغاية هي يعني اللي ينطرح يطرحها بيها يريد يصلح نية تصافية من اللي يطرحها؟ إحنا ردنا نسوي ضغط مثلا على أبو حيدر زين وفعلا كنا منتظرين أبو حيدر يجي نقعد يال أنذية كلها تقعد يال يعني الموضوع طال وعلى شنو ما أعرف هو حقه الرجل بعدين افتهمت من عده حقه واتصلت بالأخ علي جبار قال حقه يعني اليوم العدول عن استقالات الأخوة أزمت يعني الأزمة اتفاقمت الوضع صار أكثر بس ما أخذوا بيها الاتحاد دولي خلاص انتهى الموضوع اي أنا قلت لك فسرت من إجا الكتاب عينونا شخص إذن مكتب تنفيذي مو بس الأعضاء اللي جانهم منتهية هذا تفسيري للحالة ما أعرف يعني فمن سماعت من أبو حيدر يعني ده يقول لك يعني سبعدني ده أنتظر ده ريد أجهز وعد له عن استقالاته شوني بيش حالة فأنا يقول أنتظر لهاي الموقعة تتشكل ويجي الرجل يتنازل وهو الممنون من يتحمل اليوم هذا اللي صار في الكرة العراقية هذا التعطيل هاي الفوضى من يتحملها همه المكتب تنفيذي همه مكتب تنفيذي من يتحمل الأسهل وضع بالبلد يتحمل الحكومة تنفيذية هذا المكتب تنفيذي ويتحمل القرارات إلى تقول لها يا عام احنا نشرع ندزل يشعدك جيبانتك هاي الحكومة اشعدها مشكلة راحت البرلمان احنا جهة تشريعية لو ش تشوف والله يعني جهة تشريعية بس بدون صلاحيات انت مو تقول ايه هذا النظام الآن تضحت هواية أمور هس احنا ما نقول نسميهم دولة عميقة بالاتحاد يريدون يبقون يريدون هاي بعد بأي طريقة بأي طريقة ترى مو بس بالاتحاد موجودة بكل مكان بالعالم يعني بالاتحاد كانت تكون دولة عميقة طبعا 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 حتى النظام الأساسي هذا شنه السمام صادق ارجع لي على القبل شنه بيشي يعني بيتغير هذا دستور انت لازم يتحدث على الوضع يعني كل كل دورة لازم تغير بي تضيف بي زين مو تشير اعدام للهيئة العامة زين اليوم اسئلك بما انت عضو هيا عامة وفريقك ضمن أندية الدور الممتاز رأيك بالاتحادات الفرعية واجب تواجدها بالهيئة العامة وصوتها يكون حال حال صوت ناديك اللي انت تصرف بالسنة اربع مليارات وخمس مليارات وبنهاية المطاف رئيس الاتحاد الفرعي هو موظف بالاتحاد العراقي لكرة القدم ويستنم راتب ويروح اشراف وانت تصرف فلوس هسا احنا من ركزتها الايام شوية رايح ارحمهم شوية الاتحادات الفرعية لا هذا واقع انا دا اتحدث بالمنطق الاتحادات الفرعية ضرورة ضرورة بالمحافظة انا مدى اقول انه نهمشهم انا اقول صوتهم بالهيئة العامة الاتحادات الفرعية اي صوت ناس مشتهدين وعاملين واني ما اعطاء الصلاحيات لهم مو ينطوهم عشر ملايين لا اطالب انه كل اتحاد فرعي ينطوهم ميت مليون حتى يشتغل حتى يأسسونا فرق حتى يسوونا دور رفعات عمرية يعتنون بمدارسهم المدربين العاطلين عن العمل بعض المدربين يشتغلون تكسيات بالمحافظات لا يعينوهم يشوفو لهم وظائف يخلو لهم فرق فهذا الاساس اللي انا يبحث عنه الاساس مو البسقاق وقعد بالاجتماع ويلا يمعود ملينا اريد الروح نتغدي ترى هذا اللي موجود بالهيئة العامة اذا قعدتوا ساعتين تتنرفزون صح شوف ابيوسف والت كل سنة تجتمعون مرة اي ابيوسف اتحادات الفرعية اكو اتحادات فرعية تعمل الله شاهد انا متابعهم انا اتحادات فرعية نائمة نهائيا لا فئات عمرية ولا دوريات بمحافظاتها يتعكزون بالاموال وهي البطولة يمكن ما تكلفني خمس بيتيالف دينار بطولة بالمحافظة رد تسويها الفئات العمرية شو المطلب منك هي بس حكام والحكام جديد طوب خمسة وعشرين الف يجي حكمه براه هاي بعدها شو واقع اما تجي على صوت لا المستوى الاول هي الاندية عندي الدوري الممتاز ما يصير تستاوي على كل المستويات مزيد هسا خلي يصير بيها فوارق انا ما اقول تلغي فلان خلي يصير ينطون يصير صوتين للمستوى الاول وبصوت للبقية مزيد لعدة جمع قدمتوا هاي المقترحات سابقا سيد فراس وانت عضوهاي عامة من الالفين وارباطعش الى الان بالاتحاد العراقي صدقني قبل اذا اقدم مشروع باحد ما سمارد اقول بس ما حد يتواصلوا اياك يعني مرتين طرحت مال رابطة الاندية المحترفة بعدين افتهمت انه ليش مثل يزعل فلان يا بقال تجدستوي هاي بيها اصوات زيادة معرف والله الله شاهد معرفاني بيها رئيس بيها ونائب كلهم دول اصوات تريد تسوي اصوات اليك يعني وين بالي بالي احنا ماشي دوري طلع اليوم تنحسك بيتي طلع انت راح تروح تدخل بالتسويق يعني تاخد منهم اللجنة التسويق لين هذا بنقل تلفزيون رح تسحب كل الصلاحي رابطة المحترفة زين ليش بس عندنا هذا التخوف يعني موجودة هاي دول هاي المجارمة زين ما سألتهم المسؤولين ليش هذا التخوف هاي هذا المشروع موجود بالدول العربية ليش عندنا ما يصير ايه ما احد يجاوبك اها ايه زين كتلتكم منو راح ترشح لقضى الانتخابات لحدنا ماكو ايمرشح ها ماكو ايمرشح لحدنا جقد الضم كتلتكم تأسيس هاي الكتلة لي غير مو لغايتها الترشيح اها ايه كتلتها الاصلاح داعمين للاصلاح داعمين للاصلاح عدكم مشروع اكيد شنو مشروعكم احنا شوف بالدرجة الاساس دورينا لازم مو هي من الاندية اغلبها زين هذا دورينا لازم يمشي صحيح زين نعوف المجاملات ونحسبها صحيح مه كل بلد بي ظروف وبيعطيل وبي كل شي صير مه لازم يتنظم صحيح زين ولازم الاندية تحصل ارادات من هذا الدوري زين شقصر لك ما ما اخذ ارادات لاو ما اخذنا ها ما اخذنا شو ما ما اخذ حقوق نقل لا لا اخذنا يبقى المرتين زين ما تطالبونه باستحقاقاتكم الموالية يعني عشان بسيطة مو انت من تروح تسولي في مثل تحكي ويا اعضال اتحاد يقول لك القناة الناقلة ما سددتني يعني شو تريد تقول له لانت تتراجع بمكانهم ما يسمح لي ما حد يسمح لي اروحانا راجع يا بروح القناة مثل العراقية يقول مليش ما تطون شو نصف اعتيان هم المفوض هاي شغلهم زين الآن تجينا بعض المعلومات الخاصة اللي ينمتلك هي يقول لك الهيئة المؤقتة اهدع الشخص راح يختار الاتحاد الدولي خمسة من ضمنهم سيد اياد ابنيان وحسن الحسناوي رئيس لاتحاد كرة القدم او رئيس الهيئة المؤقتة سيد حسن الحسناوي مستشار وزير الشباب الرياضة وايضا سيد اياد ابنيان هو مستشار رئيس الوزراء شنو رأيك والله شوفي هاي هاي المؤقتة موسهل عملها حاصل الناس واللي يجي بيها يترأسها يكون يتحمل المسؤولية كاملة راح يواجه هواي امور شون راح يمشي بيها شون يعدل الوضع بعد هو اذا يتحمل المسؤولية حج اياد خلاص يدخل بي الاخ حسنم شخصية ادارية نعتقد هو مستشار وزير الشباب سابقا ايه نعم بعد الحد لهم ايه خلاص بس يسمحوا لهم يعني يعني قبل كم يوم كانوا كل قام مع احد اعضاء الاتحاد المستقيلين فيعاتف يقول الطرفين يريدون كل واحد ثلاثة بثلاثة تقسيمة يعني يساون زيح بالنسبة للموقت اللين يقول لك الكابتن عدنان درجاله انا هذا التعب التعبته هيا الموقت راح تأسس هي راح تبدي الاصلاف ايضا الطرف الثاني يقول لك انا ما يصير اتهمش فشون راح يصير توافق يعني صاير توافق على انا ما اعرف والمفروض هو الاتحاد الدولي هاي وصلتنا رسالة خاصة يعني انه يبدو انه الامر متطور انا اللي عرفت المفروض سير مقابلات ويالاشخاص انا ما اعرف انت يعني عندك علم اكثر الاخ خيام الخزرجي زمين في نادي الكهرباء يقول تحية لك زميلي العزيز ابو يوسف ولضيفك الكريم للتوضيح اعتقد التصويت على رجلة الحكام ورجلة الانضباط من قبل الاندية الخمسة عشر غير قانوني لان استمرار الرجال اعتقد يحتاج لتصويت الهيئة العامة وليس 15 نادي فقط واتمنى من القانونين توضيح ذلك واصلا غير شرعي هذا الامر منتهي منه وايضا رسالة الى من الكابتن علي هادي رسالة اخيرة يقول السلام عليكم الخطوة الاولى سيد لكم لم تكن حق الالغام بل عبوات لاسقة لان الامر كان من الاقربين لكن رب ضارة نافعة اظن طموحك واجتهادك ونجاحك الاداري كفيل ببلوغك ما تريد تحياتنا لابو حسني عبوات لاسقة اي موالغام اي والله معاناة معاناة اي ان شاء الله تكون اسهل العملية زينا نفط الوسط وهي الرايح اكيد المنافسة لقد ثاني ان شاء الله والطموح لغما اكد صعوبات واي صعوبات بس ان شاء الله اي والله صعوبات بالنسبة الاموال يعني لحدنا ما تدري احنا الاندية النفطية بدون مصادقة ان شاء الله الوزير يعني يوم امس هو بالوزارة واليوم ان شاء الله ان شاء الله يصادق عليهم وتمشي الامور حتى الاندية المؤسساتية البقية زينا راح تكون في المكتب التنفيذي راح ترشح خلال الانتخابات القادمة هتختم تعلن ترشيحك ان شاء الله قلت لك انا اشوف الوضع تعلن ترشيحك ما اكد انتخابات لفترة القادمة ما احد يعلن ترشيحها اذا ما اكد انتخابات زينا الرؤية راح ترشح الطموح ترشح طموح طبعا رشح واشتغل احكس نجاحي بالنادي على الاتحاد اتمنى لك الموفقية ان شاء الله خلال مسير تك الادارية سيد فراس بحر العلوم عضو الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط شكرا جزيلا لتوجدك ايضا شكر موصول لكم مشاهدين اكترام انتظروا نباشروا حلقة مهمة من برنامج حديث الملاعب تقبل تحياتي انا عمر رياض وتحياتي فريق العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة